ازايكم واهلا بيكم على خلفية نفس ذات الخبر احنا امبارح اصلي بالتأكيد احنا ما نعرفش يعني اجندة الرئيس هتبقى عاملة ازاي يعني فاحنا امبارح لو تفتكروا كنت بقولكوا على الهومورك اللي انا عادت اشتغلت عليه او الواجب المنزلي اللي عادت اشتغلت عليه عشان عدى عد او احسب حجم الرقع الزراعية اللي بنشتغل عليها في مصر من 2014 وحد لحد دلوقتي واظن احنا امبارح لما عادنا نعده وصلنا تقريبا لحوالي 4 مليون و400 الف فدان لو انا متذكر الرقم مظبوط يعني عادت عده انا كده كده محتفظ بالرقم عندي على الموبايل عشان يبقى دايما موجود قدام عنايا بس انا ببص على ده ازاي مش بس ببص عليه بانه احنا بنشتغل على اكتر من 4 مليون فدان لأ انا ببص عليه انه انا كان عندي قد ايه قبل كده ارض زراعية وكان عندي قد ايه ارض زراعية للأسف تم قتلها بقى بالعمد بالاهمال سمي زي ما تسمي كويس وبالتالي انا تقريبا بزود حجم الرقعة الزراعية بتاعتي اكتر من خمسين في المية مما كان موجود ده واحد اتنين تعالى ببص جوه مصر انا مش هكلمك على نشاط الرئيس خارج مصر والدوائر الحيوية اللي بيشتغل فيها الرئيس الزيارات اللي اتعملت للهند او لا الدائرة الاوروأسيوية الاخ الاخ جوه مصر وفي ظل المحاولة المستميتة خلي بالك الاخوان بيشتغلوا باستماتة على افقادك الثقة افقادك الثقة في نفسك افقادك الثقة في الدولة افقادك الثقة في الحكومة افقادك الثقة في الرئيس وطول الوقت بيحاول يفهمك انه الوضع اكتر من سيء وانه الوضع مش بينهار الوضع منهار وانه خلاص احنا كده مفيش حاجة خالص تعالي نسأل مع بعض اسئلة منطقية مبنية على قلقك الشخصي وده حقك لما تيجي تقول انا قلقان اقولك حقق جدا انك انت تقلق كمواطن انا تعبان مليء اقولك حقق جدا تعالي هنا ناخد لقطتين اول لقطة احنا عندنا سينة والمينيا وايه اجتماع النهاردة الدلتة الجديدة طيب احنا اتكلمنا على سينة 610 مليار واتكلمنا على المينيا بس ب 143 مليار ده غير بقية الصعيد وحياة كريمة وما الى ذلك وازن حياة كريمة كنا واحنا بنتكلم عليه في بداية وكانت التكلفة تقريبا 700-700 وشوية مليار بالتأكيد التكلفة زادت نتيجة زيادة تكلفة كل شيء يعني اظنها تقتلب من التريليون جنيه مصري طيب دولة بتشتغل على مشروع قيمته تريليون جنيه حياة كريمة ودولة بتشتغل على مشروع تاني قيمته او استثمارات اللي فيه 610 مليار جنيه ودولة بتشتغل على مشروع اسمه الدلتة الجديدة ده الواحده 2 مليون و200 ألف فدان تبقى دولة مأزومة ده سؤال بالمنطق هل ده معناه انها دولة مأزومة طب تعالي ناخد مشهد كمان المشهد بتاع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس او المنطقة بتاعة المجر المنطقة الصناعية لما رئيس الوزراء المجري كان عندنا هنا في دولة مأزومة بيجي لها استثمارات من اوروبا طب في دولة العالم فقد الثقة في اقتصادها او في قدرتها الاقتصادية واستقرارها السياسي ويجي يستثمر فيها في منطقة صناعية انا مش بتكلم على مصنع انا بتكلم على منطقة صناعية ده مش بس كده طب ما هون في نفس ذات المشهد العام بتاع الاستثمار طب ما هون انت عندك استثمارات مصرية سعودية الصينية فمصنع ضخم جدا للنقل التقيل برضو هناك في قناة السويس يبقى بالمنطق اللي انا بسألك عليه ده معناه انها دولة مأزومة المنطق يقول بالطريقة دي استحالة طيب هل بالمنطق ده معناه انه العالم او الاوروبيين او المستثمرين فقدوا الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وما اللي بيستثمروا عندي ليه يعني تخيل انه سيادتك عندك ازمة امه وانا اجي اقول لك ايه وانا بيخدلي القرشين دول شغالهم معاك ده معناه ان انا واثق ان انت قادر تجيب فلوس هتحقق لي ارباح انا مش بديلك الفلوس كده هزار استحالة يعني صح طيب يبقى مفيش بالمنطق مفيش يبقى الاخوان بيشتغلوا على ايه على انه يقلقك هتيجي تقولي طب وانا مستفيد ايه في الاخر اقولك بها والتحركات الاقتصادية دي شغلتها او اساسها او هدفها ان انا اغير واقعك الاقتصادي انهض بالواقع الاقتصادي اخرج بي بعيدا عن الازمة العالمية قدر الاستطاعة يعني اجد حلول خارج المتعرف عليه طب ايه المتعرف عليه يوسف المتعرف عليه فاي حتة في الدنيا لما بتحصل ازمات من هذا النوع وبهذه الاحجام وتعصف بالعالم الاقتصاديات بتاعت الدول تبدأ تنكمش احنا لا ده معناها انه فيه ثقة حقيقية في اقتصادك تعال نشوف اجتماع النهاردة اجتماع النهاردة اجتمع فيه فخامة الرئيس مع رئيس الوزراء حلو كده طيب الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي في الدلتة الجديدة زي ما قلتلك اتنين مليون ومتين الف فدان طيب ايه اهمية ده ايه اهمية الدلتة الجديدة قلنا قبل كده تعال نقول تاني الدولة عندها رؤية شديدة الوضوح لزيادة رقعة الاراضي الزراعية في مصر من المساحة الكلية للجمهورية الرئيس اطلع في الحتة دي على جهود تطوير البنية الاساسية اللازمة ده واحد توفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المية والميكانة الزراعية الترمبات عد بقى الى اخيره فوق كل ده الرئيس وجه باستمرارية التنسيق ما بين الجهات والقطاعات المعنية بهذا المشروع وهو المعنية بهذا المشروع هتلاقي حاجات كتير هتلاقي الهاء الاندس هتلاقي وزات الزراعة وهتلاقي وزارة الري وهكذا وممكن تلاقي فيها كمان وزارة الصناع هتلاقي خمس تلاف مكون شغال او خمس تلاف جهة شغالة عشان المشروع ده يكتمل طب هو احنا عاوزين نزود الرقعة الزراعية ليه عشان نقدر اوصل لاكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل واقدر اسد الفجوات الاسترادية بتاعتي بالمحاصيل التانية زي الامح وهنا عندي هدف استراتيجي متعلق بالامح على سبيل المثال عندي هدف استراتيجي متعلق بالدورة الصفرة عندي هدف استراتيجي متعلق بفول الصوية عندي هدف استراتيجي متعلق ببنجر السكر وهكذا طيب بيضيف الرئيس على ده انه يجب علينا جميعا مواصلة استخدام ايه استخدام نظم ري شديدة الحداثة في اطار سياسة الدولة اللي مبنية على في الحد بتاعة الرئي دي وطرشيد استهلاك المياه رفع كفاءة ادارة المياه في مصر احنا عندنا هدف استراتيجي منشود باضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية المصرية ده ينمي الموارد ده يصون الموارد الموجودة ده يزود الموارد الاقتصادية والزراعية المصرية ده يعملي امن غزائي ده يقللي فجوة الاستيراد وكمان ده يخليني اقدر اعمل مجتمعات عمرانية اكتر اتساعا وبالمناسبة هي مش بس زراعة وانا لازم اشتغل صناعة يعني او انا هزرع وهبيع الحصلات بتاعتي كده وخلاص لا ما هو فيه تصنيع زراعي وتصنيع غزائي وهكذا كل اللي احنا بنتكلم فيه يساهم فيه انه الكتل السكانية الثقيلة المتزحمة تبدأ تتفكك وتروح على مساحات اكثر اتساعا ورحابة طيب تروح علشان ايه تروح علشان فرصة عمل ففلان الفلان اللي ممكن يبقى ما عندوش فرصة عمل في المدينة دي هيلاقي فرصة عمل هناك في الدلتة الجديدة ده معناها انه ايه هو ما كانش عنده فرصة عمل يعني الدخل صفر لما يروح الدلتة الجديدة اصبح فيه دخل فيه فلوس كلمة فيه فلوس وفرص عمل تساوي حاجة اسمها الناتج القومي الاجمالي الناتج القومي الاجمالي بتاعي ده اللي هو الـ 427 مليار دولار تبقى للبنك الدولي انا كده بزوده طول ما انا بزود فرص عمل يعني انا بزود الفلوس في الادين يعني انا بزود الانتاجية يقوم اقتصادي يصبح اكبر خلونا ناخد معنا في المسألة بتاعت المية تحديدا مهندس محمد غانم المتحدد باسم وزارة الموارد المائية والري اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم ازاي الصحة كله تمام الحمد لله احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على محطة بحر البقر علشان هي والمحسمة هيغزلنا سينة بالمية صحي كده بالضبط يا فندم المرة دي اكيد اكيد هنتكلم على محطة الحمام ولا انا غلطان اه طبعا دي المحطة الرئيسية اللي بتغذي اه المشروع الكبير بتاع ادللتا الجديدة اه طبعا احنا بنتكلم هنا عن محطة كبرى اكبر محطة في العالم لمعالجة المية اه سبع ونصف مليون نتل مكعد في اليوم هي طاقة هذه المحطة الكبرى اه عندنا يمكن محطة بحر البقر دلوقتي مسجلة في موسوعة جلس كاكبر محطة المعالجة على مستوى العالم خمسة وستة من عشر اه محطة الحمام ان شاء الله لما هتنتهي بإذن الله هتكون هي الأكبر على العالم هي الشرقية لها بحر البقر خمسة وستة من عشر صح؟ اه خمسة وسبعة من عشر خمسة وسبعة من عشر ماشي طب اه فدلوقتي هذا المعالجة في فعلا خمسة وستة من عشر اه انما محطة الحمام اه سبعة ونصف مليون متر مكعد اه من مياه الصرف الزراعي اللي بيعاد ايستخدام اه يمكن بس المحطتين دولت وايضا المجتمة اه يعني دليل على المجهودات الهائلة اللي الدولة بتفزلها لإعادة استخدام المية لمواجهة التحديات المائية الكبيرة اللي احنا بنواجهها في قطاع المية فيه ديادة سبتينية كبيرة فيه محدودية في مواردنا المائية لما نشوف مواردنا المائية حصتنا خمسة وخمسين ونصف ثبتة منذ الخمسينات وحتى الان اه يمكن الخمسينات لغاية دلوقتي عادة سبتين مصر تضعف حوالي اربعة ضعف والخمسة وخمسين ونصف لسه زي ما هي ما تغيرتش والحمد لله على رغم من هذه الزيادة السكانية الهائلة ولكن الحمد لله الارض الزراعية بتتروي وميح الشرب الحمد لله بتتوفر ليه اهلين المواطنين في كل مكان وده والدليل على الاضافة المسلعة لمواردنا المائية المحدودة وبيورينا حجم التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه يعني ربنا عدد السكان تضعف اربع اضعاف في نفس الوقت اه اللي نفس كمية المية سبت زي ما هي اه في مجهود كبير بيتعمل بقى في هذا المجال ازاي ان احنا نقدر نعيد استخدام المية احنا نقدر مستفيد في كل نقطة مية ايه كان في معظم دول العالم مية الصرف الزراعي اللي بيتخلصوا منها بيرموها في البحار والمحيطة احنا في مصر بناخد هذه المية بنعالجها وبنستفيد بيها فغير اصلا انه على امتداد الشبكة في عملية معاجة استخدام مستمرة لمية الصرف الزراعي يعني يتم سحب المية من خلال محطات رافعا من المصارف ويتغم خلطها بالقرع مع طبعا مع ضمان نوعية المية المناسبة اه عملية مستمرة بتحصل على طول الشبكة وفي نهاية شبكة القرع والمصارف كمان ناخد المية الصرف الزراعي علشان يتم معالجتها والاستفادة بيها فواء مصارف شرق الدلتة اه عملنا لها مصارف ضحر البقر ومصارف غرض الدلتة محطة الحمام الجاري انشاءها حاليا يعني المجهودات كبيرة الحقيقة مبزولة في هذا المجال علشان ننتفع ونستفيد بكل مقطة مية مصر يمكن من اعلى اعلى دول العالم في اه كفاءة استخدام المية يعني كل مقطة مية بنقدر نستفيد بيها ونعيد استخدامها بسبب محدودات مواردنا المائية وفي نفس الوقت وجود ادارة اه يعني متميزة جدا من افضل اه وقارق مدارس الرأي على مصطوى العالم طوله برسطة الرأي المصرية بل هي ماكن من متين سنة مدرسة الرأي المصرية فبالتالي فيه مجهودات هائلة ومترقنا في التعامل مع المياه وإدارتها بشكل متميز جدا وده الحمد لله اللي فينا من أسهده كل يوم الحمد لله ده وده أنا بشكورك جدا بشكل مهندس كل الشكر للمهندس محمد غانم المتحدد باسم وزارة الموارد المائية والرأي بص بقى الظاهر الظاهر انه أنا مخي بدأ يستعيد ليقطف مسألة الزكرة ده بكلمة بجهد لأنه والمهندس محمد بيتكلم فنقعد عمال بيحاول أجمع الأرقام الدلتة الجديدة اتنين مليون ومتين ألف فدان تشكل خير مليون ومئة ألف فدان سينة شمال سينة ووسط سينة شمال ووسط بس ربعمية وخمسين ألف فدان الصعيد والوادي الجديد ستمائة وخمسين ألف فدان صح؟ يبقى أنا صح؟ أربعة مليون ربعمية وشوية الحسبة بسيطة يعني وقالي مش كده ولا إيه؟ تاني شغلتي شغلتنا جميعا إن احنا نشرح لسيادتك الواقع لا هجمله ولا هصعبه عليك الواقع كده الأرقام ما فيهاش هزار الواقع أي حقيقة ورقم هي دي إيه؟ اللي انت شايفه قدام حضرتك ده إيه؟ بقى ده بالمناسبة ده جزء من الدلتة الجديدة بس علشان تبقى عارف وعلى فكرة إحنا في إبريل إن شاء الله الشهر الجاي هنبدأ موسم الحصاد بتاع الأمح وساعتها وإحنا مش بس هنحتفل بالأمح الليلة والليلة الليلة تعيده المسألة أبعد لأنه ساعتها انت هتعرف الأرقام بتاعة المساحات اللي تزارعت أمح قد إيه؟ معدل إنتاجية الفدان كانت قد إيه؟ وزادت قد إيه؟ وهنا بقى يبقى الفضل يعود بعد ربنا سبحانه وتعالي لمعهد البحوث الزراعية اللي بيشتغل على استنباط أنواع وفصائل جديدة ده مثلا العقل مخ المصريين وقدرتهم على العمل طيب تعالي بقى نشوف إيه بقى؟ حاجة كمان يا ترى هل ترى أنا الأمح اللي بزرعه ده صحيحة ممكن أفضل أشتري شوية أمح كمان زيادة قدرتي على التخزين الكفء ما أنا قبل كده؟ كان قدرتي على التخزين حاجة تعبنة قوي قوي وكمان منظومة التخزين والصوامع كانت حاجة الحقيقة مؤسفة يعني مش هستخدم تعبير تاني مؤسفة فأنت أصبح في عندك بساحة زراعية أوسعة انتجية أعلى للفدان قدرة بمنتهى الكفاءة على تخزين كميات ضخمة ودون إهدار ده الواقع دور ورايا فاصل ونكمل الكلام أهلاً وسهلاً بيكم قبل ما أدخل في ماتنا الخبر ويمكن هنتكلم شوية في هذا الخبر عن مسألة لجنة العفو والإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً وما إلى ذلك لكن خلينا بعد إذن سيادتكم نحط مجموعة من التعريفات أو نتفق إيه هي السياسة السياسة هي طرح وطرح بديل طرح وطرح بديل مش طرح بس طيب ومش طرح يقف أمامه رفض في المطلق يعني مثلاً مثلاً إنه الله يا جماعة أنا شايف إنه أحسن لون للورقة دي أبيض فيجي مثلاً طرق الخولي صديقي يقول لي لا أحسن لون للكتابة مش الأبيض ويسكت أقول له أيوة يعني إيه يقول لي هو مش الأبيض أقول له أيوة يعني طب تحب نخلي إيه أي حاجة غير الأبيض أقول له طب ما تطرح علي يا طارق لون غير الأبيض يعني أنت عينك بتستريح لأنهي لون طب أنت شايف إنه هذا اللون هيلقى قبول ورواج لدى عموم القراء طب أنت شايف طارق إنه العلم بيقول إنه اللون غير الأبيض هيبقى أريح للعين وأكثر صحة وملائمة للإبصار بيقول لي بص بس مش أبيض الصح هنا إيه طارق مثلاً يقول لي أصفر لأنه العلم أثبت إنه اللون الأصفر كذا ولأنه المستخدمين والقراء بيقولوا إن اللون الأصفر كذا كده أصبح في عندي طرحة وطرحة بديل غير كده دي مش سياسة دي اسمها فانجرة بق إبقاء ليس إيه السياسة أبعد من كده بكتير بكتير فيها منورة فيها منورة أهلاً وسهلاً تعالى أعد نورني السياسة فيها دائماً أكثر من لون ولكن يغلب عليها لونان فهتجد العمال والمحافظين تجد الجمهوريين والديمقراطيين إلخ 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 وارد يبقى حواليهم ألوان تانية وارد قد تكون ألوان يعني باهتة نوعاً ما يجوز مش موضوعي طيب هل عمرك شفت في الدنيا بلد بيتحكم بطريقة لا مش لاعب مسمعتهاش عايز تجربة سياسية واحدة باتعاملت في بلد ما بطريقة والله ما نلاعب أيوة ليه كده أنا زعلان وده أبدب في الأرض لأ إحنا كده بنهذر ده شغل عيال بقى بلد شايفة إنه هي عايزة اتساع في الأفق السياسي فبتعمل إيه لأتي تيجي تقول والله يا جماعة أنا عايز المزيد من الاتساع في الأفق والرحابة السياسية عشان أقدر أخلق هذه الرحابة والأفق السياسي الأكتر اتساعاً يبقى أنا لازم أعمل حاجة اسمها الحوار الوطني وعشان أقدر أفعل الحوار الوطني لن تستقيم الأمور غير لما يبقى فيه عندي لجنة للعفو ولازم أبقى مستمع كويس للمعارضة ولازم أبقى شايف طلباتهم يبقى صعب عليها جداً لما ألاقي إنه الحكم يرى إنه مستعد دائماً لسماع المعارضة وإعطاءها مساحة ونعود على طاولة الكلام والحديث والتفاوض والبحث والفحص والدرس والمعارضة تقول لك لا مش هو ده أيها الزق طب إيه يعني إمتى تقول لي أيها إحنا كده في التمام ما بفهمش لما تعمل الحوار الوطني خد بالك إن الحوار الوطني اتعمل مكوناته بمنتهى التوازن منتهى التوازن وتجاب مجموعة من الكوادر والأسماء أغلبهم أحترمهم وحبهم جداً ما قدرش أقول لك كلهم بصراحة أغلبهم تقريباً 98% مش مية في المية مش مية في المية أحبهم وأحترمهم جداً ودول ناس بتاع السياسة طيب ولما تعمل الحوار الوطني عندما أتت هذه الأسماء وكوادر المعارضة بدأ يشتغل حوار الوطني من اللحظة الأولى وبدأت تشتغل لجمة العفو من اللحظة الأولى خليني هنا أخذ معايا على التليفون فعلاً نائب طارق الخولي عضو لجمة العفو الرئاسي وأيضاً هو عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين زكي طارق صديق العزيز عامل إيه كله تمام الحمد لله استخدمت اسم كنف موضوع الورق مش الأبيض طب قولي يا طارق لو مش الأبيض يبقى إيه لقى يعني إن تتكلمت بوزية هي قمة عمق وفلسفة اللي احنا شفناها على مظاهر أكثر من عقد الفات أنا كنت بشوف الدعوات بكتر بتطلع دعوات تلبيها دايماً في مواسم الانتخابات من بعض الأطراف عن المقاطعة والحقيقة اللي كنت بشوفني دي أسعى الحاجة إن الناس اللي تحب ترايح نفسها خلتتكلم معنا إنها بتقاطع المشهد الانتخابي لكن الأسعب إنه هم يدخلوا في صدام المشهد أي مشهد انتخابي وإنهم يحاولوا إنهم يحرزوا مكسب أو تقدم ماه سياسياً إنه إنه الفكرة بقى ودي كانت في عمق العمق وكان سؤال طاظم سألهوني أستاذ محمد سفنين هيكل قبل وقته مش فترة طويلة يعني قبلته وقال لي هو أنتو بجيل بتاعكم بيقول لي أنتو مين وعايزين إيه لأترى أستاذ هيكل لأنا كلين قال لي لا أنا ما تركش على أسمك أنا بسأل أنتو كجيل أنتو مين وعايزين إيه هل أنتو عبرتوا عن هويتكو هل أنتو فهمتوا ودخلتوا إلى عمق أنتو عايزين إيه ولا أنتو أكتر ميلين أنتو مش عايزين إيه يعني أنتو عارفين دايماً أنتو مش عايزين إيه بس هل أنتوا عارضين كويس أو أنتوا عايزيني؟ هذا السؤال اللي كان سؤال صادم وفعلا فعلا على مدار وقت طويل كثير من القوة طول الوقت بتحتاج عن أمور معينة لكن هي صنعت أمور بديلة أو عندها رأي بديل أو سياسة بديلة يعني عند البعض طبعا لكن للأسف البعض الأخر دايما بيأخذ جانب سلبي وإحنا برضو كانت فرصة من خلال عمل إفلاق المتعلاقات التارجية على مدار السنوات الماضية أنا شفت نماذج المعارضة وشفت نماذج الموالاة وشفت نماذج السياسية مختلفة من أحزاب وقفة السياسية في النموذج البريطاني والنموذج الأبريكي والنموذج الفرنسي لا زي ما أنت قلت ما فيش حاجة اسمها أنه فيه طرف بيقول أنا مش موجود في المشهد ده طالما طرف سياتي وبيعلن عن نفسه فهو موجود بصيدة المعارضة فهو عنده رأي مخالف للموالاة وهذا الرأي ورأي الذي يترجم في السياسات وفي رؤية واضحة إذا قضية محددة فأتمنى أنه في يوم العام نوصل لهذا الشكل السياسي المنضبط بين كل الأطراف وأن كل الأطراف ستتصارح حول فكرة وحول رؤية فيما يتعلق بالسياسات محددة وتضع رؤية بديلة وتتصارح هذه الرؤية والشفرع دايما والمواطن هو اللي يحكم عن طريقها دول الانتخابات في هذا الأمر فأنا متفائل بأن احنا بالتطور السياسي سنصل يوما ما إلى وضع منضبط بتطور الأحزاب وتطور السياسي نصل إلى مرحلة جيدة في هذا الشكل فما عليش أنا أزفت عن أصل الموضوع لكن كلامك ومقدمتك أصارت شجوني وكثير من الأمور على مدار السنوات المضبطة والله لأنها مرتبطة حتى بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي مسألة العفو عن 30 أو إطلاق صراح 30 من المحبوسين احتياطيا من خلال لجنة العفو الرئاسي واللي ما بين قصين ثقيلين أنا مش من أنصار أنه فلنترك الخارج يتحدث كيفما يشاء وإحنا على مزاجنا خالص يعني في النهاية إحنا جزء من كل أنتوني بلينكين اتكلم على هذه اللجنة كلام في منتهى الإيجابية عندما تم الحديث أنه ولماذا لم تتحدث مش عارف عن الإفراج عن فلان ولا إلان ولا ترتان قال والله دي شؤون مصرية ده واحد وأنا شايف أنه لجنة العفو بتشتغل على ده وأنه المصار ماشي في اتجاه سليم جدا صحيح لجنة العفو هل توقفت يوما عن العمل وانتو عمروكو الآن يقترب من العام هل توقفت يوما واحدا عن العمل تأكيد لجنة العفو لم تتوقف يوما عن العمل احنا يعني ما بنقولش ده لكن احنا بنعمل صحة ضغط شديد يومي تقريبا ما بننمش بنعمل بشكل مستمر في طلقة البيانات وفي مع زاوي المحبوسين بنرجع البيانات وبندققها وبنطبق المعايير اللي احنا عادت تفايل لجنة العفو الرئاسي في عبريل الماضي فاحنا بنعمل كل يوم ولما بنعل القايمة فاحنا اعلان القايمة ده استعداد لأدات قايمة جديدة مباشرة فمستمرين فعملنا بشكل كبير والحقيقة من القبور الإجابية بقى الله ما بنتكلم عن المشهد السياسي القوى السياسية والحقيقية متفاعلة بشكل كبير وده شيء ايجاب الشرطية الخط بدأ يقطع الخط بدأ يقطع طرق ارجوك اقف في مكان تبقى شبكته حلوة كده يكون الضغط اوضح ايوا الخط قطع الخط بقطع ايوا ايوا جزء من النجاح كبير ودايما مشيد بالجهود من جانب النيابة العامة على الاصطار السيد النائب العام ووزارة الداخلية على الاصطار السيد وزارة الداخلية لانه الجهود في انجاح عمل اللجنة ودائما لدينا خوف دفع كبيرة من جانب السيد الرئيس في عملنا وفي قدرتنا على اداء عملنا بشكل جيد دائما بنضمن كل الاطراف لان في اطراف بتظن انه لجنة العفو ممكن تكون سببا في خروج اي شخ بيمثل مساس بحياة المصريين او بالامن القوم بالمصري واحنا دائما بنأكد انه لجنة العفو لان تكون سببا في خروج اي شخ يمثل مساس بحياة المصريين وبالتالي احنا نضاقق بشدة وبشكل حاسم الحالات التي تصلنا من زاوي المحبوثين بنصنعين خدم انتبقى دي الحالات لأي تنظيم رهاد تعمل وراق الدماء وفي مستير وتوصيقها حيث لحيث مستقل مدقق في الحالات المترجم على فعيد اخر شغالين على موضوع دمج المفرج عنهم وقدرنا الحمد لله نحقق نجحات ملموسة خلال الفترة الماضية وبدأنا نتواصل ويعني حصل تواصل من بعض المفرج عنهم معنا احنا بدرنا بالتواصل معهم احنا على مشكلاتهم والحمد لله وفقنا في ان احنا نوفر بعض فرص العمل فيه ودي مغبضرة من المجتمع المدني من القطاع الخاص وهم مشكورين على ذلك ان احنا وفرنا بعض فرص العمل لبعض المفرج عنهم كمان قدرنا وإحنا يعني قلنا من شطرة ان احنا مازلنا بندرس وبنواجه التحدي المتعلق بعودة للطلبة المفصلين نهائيا للجامعات الحكومية عظيم لكن اللائحة الجامعية بتحول دون ذلك الحمد لله كمان قدرنا في عدد من حالات المفرج عنهم ان احنا نوفر لهم عن طريق مبادرات ايضا من بعض رؤساء الجامعات الخاصة ان هم يبدأوا دراستهم في بعض الجامعات الخاصة وده كمان امر بنعتبر مهم جدا في ان هم يقدروا يتملوا حياتهم بشكل طبيعي واستأنفوا نشاطهم وحياتهم بشكل مستقر وبشكل بيرفع عنهم نتاهلهم كل الفقر اللي تعرضوا فيها الى الحفل ده شيء مهم جدا اللي قلته ده القنين الاول اشكرك جدا سات النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين تعال نشوف لحاجة مهمة بس دي حاجة مهمة جدا بقى بالمناسبة حقوق الملكية الفكرية لكل بني ادم ان او يحق له ان يحتفظ بملكيته عن انتاجه الابداعي والفكري حقي ملكي عرف الاشتراع عربية يعرف يحفظ عليه لكن اللي عنده امتاج فكري وابداعي ده لازم نسعده في الحفاظ عليه في المؤتمر الاقليمي الاول وده مهم جدا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بتنظمه وزارة العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مدى اهمية هذا المؤتمر ومدى الحفاظ على الحقوق الفكرية لكل مبدع لكل نشاط فكري وابداعي خد بالك نشاط الفكري وابداعي مش بس الادب والموسيقى بتاع اي شيء اي شيء خرج من هنا لازم نحفظ عليه نحاول نفهم ده من الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية وايضا الرئيس السابق لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهلا بك يا دكتور شيد يوسف مساء السير ويعني اهلا بحضرتك ومشاهديك الكرام اهلا بحضرتك معلش انا طولت حبتين وخدتني الجلالة ثلاث حبات معلش خليني هسأل حضرتك على احنا في مصر بالتحديد قطعنا قد ايه من الاشواط في مجال الحفاظ على الحقوق والملكيات الفكرية يمكن نصر الحقيقة من الدول القديمة جدا في المنطقة اللي بتحمي حو الملكيات الفكرية احنا عندنا الحقيقة القوانين من سنة 32 بتتكلم عن حو الملكيات الفكرية المختلفة سواء كانت ضراءات اختراع او علامات تجارية او حقوق مؤلف تمام والحقيقة منخارطين كمان في معظم الاتفاقيات للصحبات الدولية حو الملكيات الفكرية وبالتالي احنا بنحن حو الأسراد من فترة طويلة جدا من الزمن يمكن المؤتمر ده جاي على هامش الستراتيجية الوطنية الملكيات للملكيات الفكرية اللي تجد صدرها في او او عام الماضي تمام والحقيقة كمان جاية مهمة جدا الملكيات المصطناعي سلاسل الكتلة الانفتي كل التكنولوجيات الجديدة دي الحقيقة بتخلق بعض التحديات ليه الملكيات وبرضو يعني من الممكن انها تبقى واحدة من المزايا اللي يعني بتقدمها لبعض الأفضل يمكن المؤتمر على مدار يومين وبكرة اليوم التالت بيحاول انه يغطي كل النقطة المختلفة بنحاول كمان في المؤتمر في الجلسات وكملية الشرط هي ان انا اكون يعني مدريتر لأول جلسة في المؤتمر ازاي نقدر اننا نستخدم حوال الملكيات الفكرية في تعزيز الاستثمار والاقتصاد وراقع قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية المصرية خصوصا مع الأزمة العالمية الحالية ويمكن كمان على الصعيد الاخر عندنا بعض الجلسات اللي بتتكلم على يعني البيئة القضائية المحفزة لحماية الملكيات الفكرية عندنا الجزء المرتبط الحقيقة كمان بنشر الوعي بحقوق الملكيات الفكرية المختلفة وخصوصا وخصوصا وإحنا بنتكلم عن حق المؤلف ودور بقى صناعات النشر ويعني الصناعات الثقافية بشكل أساسي باعتبار أن مصر الحقيقة من الدول الرائدة واللي عدها مراس يعني ثقافي وفني وأدبي ضغم جدا محتاجين أننا نحمي وخصوصا وإحنا بنتكلم بقى كمان على يعني دخولنا في عالم الميتافيرس ويعني استخداماتنا لتكنولوجيات مختلفة من الممكن أنها تبقى بتطرح بعض التحديات على حماية المصنفات بشكل أساسي وخصوصا في الجزء المرتبط بقرصمة الأعمال الرقمية يعني حاولنا برضو في المؤتمر أننا نتعرض زي بالظبط ما التكنولوجيا من الممكن أنها تبقى يعني فيها تحدي بالنسبة للقرصمة إنما كمان الأدوات التكنولوجية النهاردة أصبحت متاحة لأننا نقدر أننا نحمي بها المحتوى الرقمي ونتتبع الأعمال المقرصمة على شبكة الإنترنت وشبكات للصناة المختلفة عظيم جدا طيب هل أنا أقدر أقول أن أنا ترتيبي في حماية هذه الحقوق والملكيات بدأ يتقدم دكتور طيب يعني خليني أقول لحضرتك لأن مسألة المشكلة الحقيقة فيها مجالات كتيرة زي ما قلت لحضرتك في البداية إحنا عندنا براءات الاختراع والعلامات التجارية وهو المؤلف وخلافه بالتأكيد أنه عندنا بعض التقدم في بعض النواحي تمام عندنا انحصار في التقارير الخاصة بالقرصنة على المصنفات الأدبية والفنية عندنا زيادة في أعداد تسجيل العلامات التجارية زي ما أشار الحقيقة معالي وزير التجارة والتموين وهو بيستعرض جهود وزارة التموين في حماية العلامات التجارية إنما يعني خليني برضو أقول حضرتك أنه مزال فكرة البحث العلمي وبراءات الاختراع نحتاجين أننا نأكد عليها بشكل أكبر نحتاجين أننا نرفع الوعي لدى الشركات والمؤسسات بأهمية حماية الابتكارات والإبداعات المختلفة علشان نحاول أننا نزود عدد الطلبات التي تقدم وبالتالي نحسن من المؤشرات الدولية الخاصة بحوء الملكان في مصر وده الحقيقة بينعكس بشكل أساسي على جذب الاستثمارات الأجنبية وإرسال إشارات إيجابية جدا لأي مستثمر حابب أنه يجي يستثمر في مصر وخصوصا أنه حول الملكات بخلف كل مجال من مجالات حياتنا وبالتالي ما هيش موضوع رفاهية أنه مجرد أننا بحمي الإنتاج بتاعي لأهداف معنوية أو أدبية بحثة إنما هي كمان لها بعد اقتصادي ومالي كبير صحيح احنا بشكرك جدا دكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية أيضا الرئيس السابق لجنة التشريعات والقوانين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصلح أسطورة أساطير كرة القدم في أوروبا الآن شوف ميسي عظيم ورونالدو عظيم بس كده احنا هيبقى فيه عندنا ماتش قريب مع رونالدو يا جماعة ربنا أسطر أيوة احنا الزمال كنلعب مع النصر السعودي مهم لما نشوف كده لكن خليني هنا هرجع هتقولي بس ميسي أسطورة كروية يوسف أقول لك بص ميسي أسطورة كروية طبعا بي لي الله يرحمه أسطورة كروية طبعا أرماندو دياجو أرماندو مرادولا طبعا أسطورة كروية مفيش خلاف أنا قلت الحكاية دي مرة قبل كده يا جماعة صلاح ماشي في الخط ده مش ماشي في الخط بتاع أنه يبقى لاعب مهم وكبير واسمه ملعلع في كل حتة ما شاء الله وأنه يبقى من أغلى اللاعبين أو من أكترهم تهديفا صلاح كده وانت تقعد ترقبه وتشوف طريقته وتطوره مش بس تطوره على الملعب لكن تطوره هو تطور الشخصية بتاعته والتطور الفكري بتاعه وتركبته ده هدفه أكبر بكتير من أنه يبقى لاعب من اللاعبين الأغلى على مستوى العالم لا لا ده راجل رايح في حتة تانية ده ماشي في السكة دي بتاع التلي ومارادولا وما إليزك طبعا ربنا يحمي من الأمور اللي مر بيها مارادولا فيما بعد المطش بتاع المارح بتاع ليفر بول ومانشستر يونيتد السبعة الصفر ده صلاح تاتش وود تاتش وود جايب فيه جنين وعامل فيه اتنين أسست طيب بس كده لا ده كمان يتوج صلاح كأكبر هدف في تاريخ نادي ليفر بول بالكامل الاحتفاء بصلاح مش بس عندنا احنا هنا في مصر بقى باعتباره اللاعب المصري المحترف محمد صلاح لا الصحافة البريطانية المجتمع البريطاني المجتمع الرياضي البريطاني بيحتفي بهذا اللاعب الفز طيب خليني بعد إذن حضرتك أخذ معنا عبر سكايب كابتن إبراهيم هل هو المدرب بالاتحاد الإنجليزي أحد رموز الكرة المصرية والبريطانية أهلا بحضرتك كيف أن أستاذ يوسف مساء الخير اتحاياة لحضرتك إزاك يا كابتن عامل ليه كنت أخذت البرنامج ربنا خليك وحيشنا كتير وحيشنا قد الدنيا ربنا خليك طيب صلاح وانت بصحة والسلامة يا رب احكي لي على صلاح أنا أدعيت وأنا مش متخصص يعني إنه صلاح ماشي في سكة مش سكة إنه يبقى من أغلى لعابة العالم صلاح ماشي في السكة بتاعة الأساطير يعني بيلي ومارادونا هو بيعاوز يحط نفسه في حتة تانية دي حقيقة كمان أنا كنت موجود معه من حوالي عشرة أيام في نيو كاسل هنا كان عنده مباراة مع نيو كاسل وكت قبل الماتش معه بساعتين وشفت الإصرار في عينيه في جوه الفندق وروحت أقابلته عايز أقول لحضرتك إن محمد صلاح فيه ماتيريال ممكن الإعدادي برضو يوريه لحضرتك آآ لا لا ما شاء الله التركيز آآ صلاح نضق جدا أستاذ يوسف بطريقة عالية جدا التزام آآ الراجل خلاص عارب بيعمل إيه اشتخيال في السيستم ما أقلم نفسه عايز يوصل زي ما حدتك قلت في المقدمة إن هو يبقى من أساطير العالم آآ يخش في المنظومة يتذكر اسمه وحادتك عارف إن التاريخ ما بيجدبش التاريخ دايما بيذكر الناس آآ سواء يعني فيما بعد ما شاء الله على اللونج ران آآ صلاح مركز آآ صلاح عارف وبيعمل إيه في حيثة تانية صلاح ناس كتير قالت إن هو هينطم المركب لما ليفربول ماشي يعني مش ولا أحسن السنة دي ومش بينافس كويس لأ صلاح ثبت للناس كلها وبدليل إن هو مبارح نزل بوست وقال إن أنا بمر أحسن فترات حياتي بعد ما وصل أستاذ يوسف لـ 129 هدف عدى روبي فاولر طبعا روبي فاولر 128 هدف محمد صلاح ما شاء الله 129 ما نفزماتش بيرح 2 أسست هدفين زي ما حتك قلت حتى الجون اللي حطوا الثاني ده جون جميل جدا جون كله متعة وحطوا في مين في نجم كبير اللي هو يعني دخية حارس مرمى كبير جدا من يونايتد النهاردة بيرح تتكلم 7-0 إحنا كلنا يعني قبل الماتش يعني أنا قول اتنين مثلا اتنين واحد 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 كنش متوقع أن الماتش يخلص كده شوط الأول كان 50-50 شوط الثاني من يونايتد ما جوش خالص النهاردة أليكس فيرجسن بقولك أنا في خزي أنا يعني من لعيبة من يونايتد عنهم خزي وعار يعني أنا اللي هو مرح كان موجود في الملعب ولكن ليفربول بسم الله ما شاء الله كان يعني داتين يعني كانوا موجودين في كل مكان خلاصوا المباراة محمد صلاح كل زماله لو تشوف أنه هو بعد كل هدف أو كل أسست زماله بروح يتسندوا عليه يعني سند سند في الفرقة واضح طب كابتل أنا الحقيقة مشغول ومتعجب بإيه بقى منشنش يونايتد ما هوش من النوادي الخفيفة ده نادي تقيل تقيل يعني عضمة زي ما بيتقال كده إزاي 7-0 واتد في الكورة الإنجليزية وكمان بدليل أن مستر أليكس بيرجسن كان موجود إمبارح إمبارح هم التخدم حتى أريك تيجن هاج اللي هو المدرب الهولندي قال إن اللاعب ما كانتش موجودة عقولها ما كانتش موجودة إمبارح موجودة في الملعب إحنا تخطفنا يعني بلغة الكورة إحنا تخطفونا إحنا تخطفنا اللاعب ما كانتش كوميونيكيش ما كانتش موجود ما كانتش موجودين صعب جدا أستاذ يوسف أنت طبعا ملعب أنفلد وتطلع منه بنتيجة ملعب أنفلد ده يعني ملعب الرعب زي ما بيقول يعني يعني معقل شايتان الحمر موضوع صعب جدا زي كمان أن ليفربول من منشستر حوالي نقص الساعة فالبا ديربي موضوع صعب جدا محمد صلاح بيحرز 12 هدف يعني على يعني في المقشط مان يونايتد وعلى التوالي سبع مبريات ما شاء الله بيحرز أهداف لأ إمبارح كانت الغزالة رائقة زي ما بيقول أستاذ يوسف كانت الدنيا كانت جميلة جدا أوي 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 والعطبة كانت داخلتها حلوة فالناس لما خلصوا بس اللي بقى في نقطة جميلة جدا وإحنا كمان كمدربين ويا رأينا الناس اللي تتفرج علينا أن يورجن كلاب أستاذ يوسف بعض الماتش الجامهير نداهيت له عشان يحتفلوا معهم بفي حركة بيعملها هو كده بيده وهم يتفعلوا معه إمبارح يعمل لهم كده رفض أنه هو يحتفل علشان ما يخلص على مان يونايتد لأنه هم ضيوف عنده هم جرانه لا الرجل الرجل بصراحة زاكي جدا عجبني قوي أنا كمدرب بصيت كده رجل شيك ايه عمد شيك قوي 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 حتى برا يعني برا الكرة أنا قابلته على المستوى الشخصي رجل تقيل ورجل شيك إمبارح مارداش يخلص على الرجل ولا يخلص على الفرقة لأ سقف حضن اللعيبة خلاص ويبتسم ومشى ودخل القوضة يعني أنا بقيت واقف كده مزهول إيه اللي أنت بتعمله ده طبعا عندي سؤال كمان يا كابتل إبراهيم المجتمع الكورة في إنجلترا واحد ومجتمع الكورة كده في العالم بعد ماتش مبارح بصين لصلاح ازاي من خلال متابعتك أكيد تبعت ويعني دققت في كل حاجة اتنشرت بصين على صلاح ازاي لأ هيكونة هيكونة كبيرة جدا هو لشان الفرقة النهاردة بص من موجود في الفرقة يعني العناصر التقيلة مش موجودة عندهم قصابات كتير السنة دي يعني النهاردة في المركز الرابع لا الكامس لا السادس مش مش ولا أحسن لا صلاح عنصر أساسي ومهم جدا 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 هو اللي شال الفرقة حاليا حتى على المستوى الشخصي صلاح ويورجون كلاب أنا شفتهم حتى بره بيعاملوا أنه هو كبير بيعاملوا أنه هو ايكونة كبيرة بيتكلموا بتعامل معاه أنه هو صديق أنه هو أق مش بتعامل مع أنه هو لعيب كرة أو أنه هو بشغال عنده في الفرقة أو أنه هو بالمدارب بتاعه لا الزكاء السيستم أو أستاذ يوسف السيستم عندنا قوي جدا السيستم عندنا أي حد عنده استعداد أنه هو يزرع ويحصد هكون موجود في الكرة الإنجليزية تزرع هتحصد تعالى اشتغل اعرق واكتعد هتبقى عسطورة هتبقى لعيب كويس لأن السيستم والسيستم الموجودة عندنا هنا في إنجلترا بيأهلك أنه أنت تبقى أحسن حاجة ولكن لو أنت دخلت السيستم وحسيت أنه أنت برى المنظومة ومش قادر بص محمد صلاح وأستاذ يوسف بتحرم من حاجات كتيرة أنا دائما بقول الكلمة دي لأن أنا عارف وقريب وشايف أنا في المطبخ بتحرم بيقعد 3-4 ساعات في الجيم بيجي على نفسه بيقولك أنا عمد تارجت أي وبيأكل بطريقة أو بينام بطريقة وبيتعامل في حياته حتى حياته الاجتماعية لها نسق معين جدا أنا هقول لحدك على حاجة بعد إذنك يعني فيه صور الناس أنه هو راح الماتش في نيوكاسل طلبنا صور وكده قال أن التعليمات ممنوع خلاص في التزام فكان ممكن نقولك لا ده أنا ده أنا مو صلاح يعني ما أخذ سيلفي ولا صور لا زي وزي أي حاج بيلتزم بيحترم التعليمات لا السيستم أستاذ يوسف سيستم قوي كل ثلاث كل ثلاث أيام ومبراه ده متخيلة ما توقع تجري 180 ولا 90 ولا وتجي تبص تحسبهم كم دقيقة في الأسبوع وتجي تبص تلاقي جسمك ده يعني أنت عايز تبقى على طول في الدائرة طبعا عشان توصل توصل للمرحلة دي هو علشان أبقى محمد صلاح أو علشان أبقى ليفر بول ولا عشان أبقى كذا هي نظام ما فيهاش الزرخين أول أشكرك كابتن إبراهيم كل الشكر لكابتن إبراهيم هل هو المدرب المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي كان يحدثنا من نيو كاسل خد بالك بقى يا سلام سلم لو نديم يجيب لي الحتة بتاعة المجلة بتاعة ميرور سبورت والعنوان لازم تشوفوه سبعة والجحيم يوه 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 سبن أن هل دي ميرور سبورت دي بقى الصحافة يا مولانا صحافة شوف العنوان عمل إزاي إيه ده إيه ده انت كده خلاص عرفت المتش بص كلاب هيلز هز ريكورد بريكا صلاح كلاب يحيي اللي كسر الرقم بتاعه صلاح إيه ده إيه ده سيبك بقى ناسو تتعلق العضلة اللي مش عضلة سيبك كده كوي كوي قشور قشور شكليات آداء صلاح في الملعب احتفاء المجتمع الإنجليزي والصحافة الرياضية البريطانية صناعة الكورة في بريطانيا بهذا الفز تتشود سيستم صلاح خد قرار يبقى جو السيستم زي ما قالت بزرطة كابتن إبراهيم أنا مو صلاح فيش أنا مو صلاح بص عايز الكورة المصري تزبط ارجع على المعسكرات معسكر عارف أنت المعسكر اللي هو شهرين وثلاثة معسكرات كابتن جهر يا الله ارحمه وكابتن حسن شحاتة ربنا يا ربي يديه طولة العمر والصحة والعافية معسكر فيش هزار معسكر اللعيبة المصريين عايزين المعسكر ما بيحبهوش بس ما بيقدوش من غيره اللعيبة المصريين عايزين النموذج بتاع كابتن جهري وكابتن حسن شحاتة الكلمة ما بتتناش وما فيش محيلة وما فيش طفاو هو ده بص خططنا واحد اتنين ثلاثة اربعة معسكرنا كذا تمرنا كذا أكلنا كذا نمنا كذا بس معسكر والله والله ما كان فيه لعيب يعرف يحط في بقه البانة مش قدام كابتن جهري وكابتن حسن في المعسكر ها ما فيش هزار يعني بصوا أصلا موجوع جدا جدا يعني في مسألة انه احنا مدلعين الناس بتاعتنا شويتين لأ هي لازم شدة بقه ارجع على المعسكرات وتمرين وأكل بالمظبوط ونم بالمظبوط وفي المعاد وننسى بقه قصة معسكر استعناها كدت ثلاثة ايام ثلاثة ايام ايه ثلاثة ايام مين يا جدعي اللعيبة بتوعنا قدوا امتى قدوا ايام الكابتن الجهري وكابتن حسن شحات صح بس كده اروح لفاصل واسبكوا تفكروا في الكلمتين عنا نروح لحاجة مهمة زمان وانا صغير كان فيه برنامج انا شوفه كنت من البرامج المهمة جدا اسمه برنامج جولة الكاميرا وكانت بتقدمه لنا سيدة فاضلة رائعة عظيمة رحمة الله عليها استاذة هند أبو السعود زوجة الكاتب العظيم الاستاذ محسن محمد والبرنامج ده كان مهم جدا بالنسبالي جدا لانه كان بيعرفني على العالم انا طفل صغير كده في ابتدائي فمرة من المرات كانت جايبة مادة في المية عن اليابان ودي كانت من اوائل الحاجات اللي خلتني اهتم بالتجربة اليابانية ايوة محمد فرح يوني الصديق العزيز ورئيس تحريرنا الدكتور الهمام المثقف الموسوعي قال لي انا فاكرها كويس المادة في المية اللي تعرضت في جولة الكاميرا اللي كان فيها سوسة تحت العمار ايوة وقتها سوسة هند بالسعود عرضت لنا المادة في المية وقعدت تشرح لنا وده هنا زكاء ووعي ومعرفة مقدم البرنامج او الموزيع مش مجرد مادة في المية وشكرا قعدت تشرح انه ازاي اليابانيين لانه الياباني انت عارف فيها نشاط زلزالي دايما كتير وشديد يعني فازاي اليابانيين بدأوا يطوروا من اكواد البناء وطرق البناء بحيث ان المباني عندهم تقدر تستوعب الهزات دون احداث تلف ضخم او ما يحصلش تلف خالص فعملوا ما بعض المباني فيها حاجات اشبهة بالسوسة حاجات اشبهة بها مش عارف زي انفصة حاجات غريبة جدا وعليه اللي انا بقولهولك ده روح بيه الى ايه بقى الى مسألة اين التجربة اليابانية في مسألة الزلازل والتخفيف من اثرها وايضا في مسألة الانذارات المبكرة وما الى ذلك متقدمة جدا تعرف الحاجة ام الاختراع طيب انت تبدأ تتطمن او تفهم انه البلد بلدك اللي انت ساكن فيها في حالتنا احنا ابناء هذا الوطن العظيم مصر انت تبدأ تقول ايه ايه يا جماعة احنا كده بنمشي في المزبوط لما تلاقي نفسك البلد طول الوقت بتسعى الى اكتساب قدرات جديدة خبرات جديدة تتعاون مع اللي فهمانين حوالينا في العالم في امور يمكن احنا كنا بعيدة عنها شوية الى اخر وهتلاقي مشروع مشترك مع اليابان عملة مصر ليه لتحسين قدرات الانذار المبكر وتخفيف الخطورة الزلزالية هنا بقى دخلنا في العلم علم محض اذا يكون معانا على التليفون دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اهلا بك دكتور جاد اهلا بحاجة السورة ازاي الحاجات ازاي الحال كله تمام الحمد لله والله ازاي الفل كله تمام كله طيبين وحاجتك بالصحة والسلامة وربنا يا رب يعيد علينا الايام الفضيلة دايما بالخير واللهم بلغنا رمضان باذن الله على كل خير يا رب دكتور جاد ايه هي طبيعة هذا المشروع المشترك اللي ما بيننا وما بين اليابان ازاي ما حاجة شرط كده اليابان يعني طبعا من نظر اننا عندها اكبر عدد من الزلازل الكبيرة وعدد كتير من الكوارث الطبيعية عصير الطبيعية الى اخره فهم موضوع الانزار المبكر والحد من الاثار التدميرية الكوارث دي يعني هم مبرعوا فيه احنا في الواقع علاقتنا بيهم يعني بدأت من زمان جدا اه من يمكن من بداية السبعينيات وبدأنا قبل حتى انشاء الشبكة القومية للزلازل كان فيه مشروع لانشاء شبكة اقلمية حوالين شمال البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة اللي اتطورت الجهود بعد كده بقى عندنا الشبكة القومية للزلازل يمكن بس صحرات بتقول واحنا كلها واحنا الزغارين كلنا كنوا معتقادين اليابان بتبني فعلا مبانيها على صوصة وكذا طبعا يعني ما كانش حقيقي لكن هم اه تطوروا كود الاحمال الزلزالية اللي هو جزء من كود البناء الياباني واحد من اعلى اه مستويات اه اكواد البناء في العالم ده حيث يحمس الزلزال وما فيش اي مبنى اه بيصاب اه بسوق وعشان كده احنا كنا متخيلين المباني بتبني على صوصة اه الشاهد احنا كان لازم نستمر في علاقاتنا وتعاوننا معاهم نستفيد من تجاربهم اه نتعلم معينة تكنيجات الجديدة اه زي بنأكد ما فيش تنبؤ بالزلازل لكن فيه انظار مبكر ويه اه تجعيات ان احنا نقلل النتاج الكوارث اللي نتجه المتركة الزلازل اه المشروع اللي احنا شغالين فيه ويعني كان بداية عملنا ووركشوب اه مشتركة وكان بيشرفنا في المعهد اه خمسة من خبراء الزلازل اليابانيين وطبعا كان بحضور السفارة والجهات الرسمية اه مستمرين في النقاش ونقل الخبرات والاستفادة من اه بناء القدرات اه لي الشباب عندنا احنا عارفين منطقة يعني وخاصة بعد الزلازل اللي حدث في تركيا الناس كلها عندها رعب كم الدمار اللي حصل في العراضة التركية والسرية خلي الناس كلها يعني الآن ايه اللي ممكن يحصل مع اه الهام الهوجة اللي موجودة على مواقع التواصل ومش هايزة جيب اسماء اه اشخاص بعينها لكن عملوا للمواطنين حالة من من الرعب والهلع لكن كان مهم جدا ان احنا استمر برده في تنسيقاتنا مع كل الجهات المعنية اه مركز زعمة خاصة قرار مجلس الوزراء وزارة الدفاع وفي توصيات اه اه ملزمة صدرت لكل الجهات المعنية للتعامل والاستعداد ده قدر له في حالة اي اه حاجة تحدث يعني ما نفجعش يعني زيما بنقول نبكي على اللابل المسكول طيب ده كلام كلام مهم جدا يخليني هنا هسأل بما ان حتى اكذكرت مسألة الهوجة اللي طلع مواقع التوصل الاجتماعي اصبح كل من هب ودب بيفتي في مسألة الزلازل ويفتي في مسألة تسونامي وحصل خلق ما بين موجات الماد والجزر اللي متحكمة فيها حركة الكواكب وتحديدا علاقة الامر بكوكب الارض ربطوها بالزلازل وحاجة عك العك ممكن يا دكتور جياد باعتبار حضرتك العالم والمتخصص في هذا الموضوع يعني تفتنى في ذلك والله يا فندم يعني احنا اصدرنا اكثر من بيان على صفحة المعهد ويمكن بعض البيانات تبناتها ايضا صفحة مجلس الوزراء وزي محركة شرط كل من هب ودب بيفتي وبقى خبير جلازل وخبير ابراد وحاجة كتيرة طبعا يعني مش اقدر امنا عن الناس ما تتكلم ولا تفتب على السوشال ميديا او حتى ان نتم استضافتهم في برامج التوك شور لكن احنا بنوضح يا اخوانا نرجع للمتخصصين مايبقى عندنا معهد قومي متخصص في امور الزلازل وحتى امور الفلك زي ما حركة اشارة موضوع انحصار ماء البحر في مواسم معينة مرتبط اساسا بيعلقة الارض والامر والمد والجز ودي ديها يعني معدلاتها الثانوية المعروفة تضخيم الامور عن نصابها الطبيعي لحاجة في نفسي عقوب يعني نأمل ان يتم التعامل بجدية مع الحالات دي المواطنين يعني عندهم ماك فيهم من مشاكل لكن احنا بنأكد وبنطمن الناس معدلات سواء الانحصار او كلماناش علاقة لو موجات شنامي ولا بزلزال حدث في تركيا الامور يعني ما زالنا مستمرين في متابعة كل التفاصيل الدقيقة سواء الارتفاع منصوب سطح البحر او انخفاضه او كذلك المشاط الززالي مش بس داخل اراضي مصرية لتواصلنا مع مراكز الاراضي الدولية في منطقة حفاظ البحر المتوسط وعفصة او تحديدا شرق المتوسط لملاوه من بعض الززالي احيانا تحدث وياشه 4 و 2 داخل اراضي المصرية فمهم جدا يكون فيه تنسيق ومتابعة مستمرة مع شركائنا في حفاظ البحر المتوسط حتى لو نفاجأ بقى اي كارسة لقدر الله في مكان ما يكون لا تأثير علينا احنا بنأكد ومنكرر الزلاجل طبعا ليس لا حدود لا جغرافية ولا سياسية فمهم جدا الاستعداد وده يمكن كان نابع من هدفنا من التعاون مع الهبانيون ان نكون مستعدين وقدراتنا سواء في الشباب سواء في امكانيات الرزل تكون على اعلى مستوى تبقى للمواصفات الدولية صحيح احنا مشكورك جدا يا دكتور كل الشكر ليك دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوت الفلكية والجيوفيزيقية على كل خلونا نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل بقى نتكلم على الايام المباركة وليلة النصف من شعبان بكرة اللي حابب يصوم يصوم ليلة جميلة رائعة ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل الدعاء في اي وقت بس الليلة دي بتاعة نصف شعبان ليلة كده مفضلة مكرمة عند الخالق العظيم ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نتكلم بعد الفاصل حول هذه الليلة العظيمة مع فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر نحن في انتظار مولانا المرة دي احنا بنستضيف اتحاد مصري للرياضات المكفوفين تحت الأمبريلة الكبيرة للبارا أليمبيك وأيضا في ادارة مركزية اللي وزارة بتدير هذه البطولات وهذه الألعاب لإدارة التنمية الرياضية فهي كان تنظيمي منظم يعني أكيد الجودو يبقى عندنا الاتحاد المصري للجودو تحت رياضة المكفوفين ففيه تعاون ما بين الاتحاد المصري للجودو والاتحاد رياضة المكفوفين احنا يعني بطولة دولية طبع الاتحاد الدولي مصر بتصادفها 32 دولة 200 لاعب يعني على أرض مصر في أحد الإرث المصري اللي تطوير الصلاة صالة بورج العرب النهاردة بنعلن بإذن الله رب العالمين البداية البطولة الكبيرة وتحقيق الحلم اللي كنا بنتكلم عنه بدأنا فعلا خلاص دخلنا في مود البطولة 32 دولة بيشاركوا 200 لاعب بيتنافسوا وده رقم ضخم جدا ده رقم ضخم جدا في الرياضات الجودو والمكفوفين البطولة جراند بي بطولة الجائزة الكبرى وده لأول مرة بتتنظم في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط وشرف كبير جدا لنا كاتحاد مكفوفين وده يسعد جدا مصر اللي دايما بتحتضن العالم إنها تنظم مثل هذه البطولة بهذا العدل الضخم إحنا البطولة تم الإسناد لنا في يوليو 2022 لتنظيم البطولة وده يمكن أول مرة تحصل في أفريقيا والشرق الأوسط بخصوص تنظيم البطولة إحنا عندنا إن شاء الله مشارك في البطولة 32 دولة ممثلين عنهم 28 و10 لعيب ودي أول مرة تحصل فيه بطولات كبيرة زي بطولة جودو إن شاء الله بإذن الله نأمل إحنا نكون جادرين وكالعادة مصر تكون يعني لها الصق في التنظيم واستقبال الوفود والحمد لله الأمور ماشية بخطة سابتة جدا ولعيبتنا منتخب كمان على أتم استعداده وهذه إن شاء الله البطولة ويتبقى إن شاء الله يعني توفير ربنا صحة تعالى إن شاء الله إحنا حاليا في معسكر من شهر 11 ومستمرين في المعسكر إن شاء الله وحاليا السفر يوم الخميس بإذن الله طبعا أنا في معسكر مغلق بدي دلوقتي داخل في 3 يوم من 24 و12 طبعا كان فيه أجهزات في النص ولكن قليلة من أجل تحقيق الهدف يعني لأن اسم مصر ده مش اسمه سهل ولازم أن اللي يشيل مسئولية مصر يكون قداء وإن شاء الله نكون حسنة نظن كل الناس ونجب مدلياتنا إن شاء الله أهلا بكم وكما جارت العادة كل يوم اتنين لقاءنا المحبب جدا لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا أهلا بك مولانا وكل سنة وحضرتك طيب أهلا بكم وكل عام والأمة المسلمة بخير وسلام بإذن الله يا رب دايما ليلة النصف من شعبان وفضائل هذه الليلة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وذكرهم بأيام الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله القائل ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فطع الرضو لا ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت النبي وأصحابه وأزواجه وخلفائه الراشدين المهديين وأولياء الله الصالحين أجمعين وبعد فلله المنة والفضل هذه ليلة طيبة مباركة ألا وهي ليلة النصف من شعبان وهي مشروعة بالسنة النبوية العملية والقولية أما العملية فإن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنه قالت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتي ونوبتي فقال يا ابنة أبا بكر زريني أتعبد لربي فأذنت له وهنا من بديع الأدب لأنه كانت نوبتها فزعب إلى المسكت فلما غاب عني قمت إليه فوجدته قائما لله قد أطال القيام ساجدا لله قد بلل الأرض بدموعه وهو يدعو ربه دعاء حارا ولما انتهى من صلاته قال يا عائشة رضي الله عنها أتدرين أي ليلة هذه قالت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر إلا للمشاحن يعني حضرتك الإنسان اللي هو عنده خصومة سواء فردية أو جماعية هو عمل خصومة مع رحمه مع جيرانه مع زملائه مع أصدقائه مع معارفه في ناس والعاذ بالله بيكون عندهم نازعة عدوانية وهناك من يخاصم وطنه كالجماعات الإرهابية والإرعابية سواء في الداخل أو الخارج يتمنى والعاذ بالله لسواد قلبه ونفسه الشر لوطنه وهذا درس بليغ للذين يكايدون الوطن ويدمرون السوء فليحذروا أن في هذه الليلة لن يغفر لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله على العباد ليلة النص من شعبان فيغفر إلا للمشاحن ويقول دعوا أهل الحقد لحقدهم يا خبر بيض طبعا ليه بقى جنابك لأن أولا القطيعة أيا كانت فردية أو جماعية من مساوئ الأخلاق لأجل ذلك أن شعر شعبان كله معروف أن شهر رفع العمل فيه إلى الله تعالى ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثاره من الصيام في شهر شعبان قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائب ونبّي على شيء يمكن يغيب عن بعض المغرر بهم أو المغيب أو عملاء أو خوانة إلى أخر اللي هو بيكيده أو بيضمره السوء للوطن سبحانه ربي العلي العظيم أنه هو يعني شعر شعبان بترفع فيه الأعمال ولا يغفر الله ليلة النصف من شعبان للمشاح هؤلاء المكيدة للوطن دي حقوق عباد يعني ويتصور أنه هو مجرد أن يؤدي عمره أو أن يؤدي حج أو أن يصلي أنه هو يعني خلاص غفر لا لا لأن دي حقوق عباد فالوطن له حق علينا حق الوطن أن تحافظ عليه حق الوطن أن تضمر له الخير حق الوطن أن تسعى له في الخير فهنا هؤلاء الذين يشاحنون أوطانهم أنا بتكلم بصفة عامة للأسف أن دي حقوق عباد لا يغفرها إلا عفو صاحب الحق يعني مثلا هنا ربنا يبرك فيك في يوم القيام أولياء الأمور اللهم الحكام برضو هنا هيطالبون بإسم من كانوا يحكمونهم من أراق الدماء من أتلف الأموال من انتهك الأعراض من هدد الأمن المجتمعي لا تحسب أنهم بمفازة من العذاب وأنا هنا عبر البرنامج الناجح التاسعة مساء في التلفزيون المصري أن الهادف بنوجه لهم رسالة أن ليلة النصف من شعبان ليلة لعل الإنسان منهم يتوب ويرجع ويندم ويصالح وطنه ويصالح بني وطنه الرسالة السلام بيعلمنا دروس بليغة في الوطنية المحمدية صلى الله عليه وسلم أولا ما دعا الرسول على بني وطنه هذه واحدة وما تمنى لهم الشر بل بالعكس يعني شف سقيف في الطائف وضربوا أسالوا دمه ما زاد على أن قال اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ثم نحن ربنا بلغنا رمضان وفتح مكة كان في رمضان يعني شف النبع السلام نظر إلى الذين كايدوا وأخرجوا وإلى آخره وسألهم السؤال المعروف ما تظنون أن نفعلوا بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم شف سيدنا يوسف عليه السلام ما بيمتنى على إخوتي بعد أن جاء بقى أبوه ورفعه على العرش وأمه وطبعا إخواته كانت عرفوا عليه قبل كده فبيمتنى عليهم يعني أن ربنا جاء بكم من البدو يعني بدل ما كنتوا قاعدين في البداوة والبداوة جفاوة جئتم إلى مصر الحضارة بدل ما كنتوا عايشين في شزف من العيش جئتم إلى خزائنا الأرض مصر وبعدين بقول من بعد أن نزغ الشيطان وبين وبين إخوتي تمام لكن لم يذكر واقعة أنهم ألقوه في البئر ليحافظ على شعور إخوتي مش الناس اللي مسكلك بس عملوا فينا وسووا فينا وافتراءات شوف سيدنا يوسف بيدي درس بيدي درس في الوطنية يدي درس في صلة الرحم وإحنا بنقول هنا زي كنا بنحتفي ونحتفل والاحتفال الدين والعلم والفكر مشروع بلالة النص من شعبان ولا يلتفت إلى قول شزاز الفكر نقول أيضا لهؤلاء الذين يعادون بالدال أوطانهم يتعادي وطنك مشاحن ودم مشاحن يبقى لن يطلع هيطلع الله على الكرة الأرضية لن يخفر لك البعيد وعمل ويرفع وهو مشاحن عمل ويرفع وهو ملايه هو مفكرها سهلة إنما مفكر بقى أنه جاء تلكت النص من شعبان هيصوم نهارها غدا ويدعو ويبتهل إلى الله ويتهجد دي حقوق لله إنما الخطر 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 حق العبد فالوطن حقوق عباد وحق العبد مبني على الشح وحق الله مبني على الصف ولذلك هختم بحديث الإفلاس قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس أوجه الكلام ده للسلفية وللإخوان وللغولة الشيع وللدوائش ولكل من يعاد الوطن أنا بقولها بصراحة أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام بحسنات وسيئات وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ من حسناته إلى حسناتهم فإن فنيت حسناته تحمل من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار نسأل الله أن ينجينا أن نكون في عراق لا مع الفرد ولا مع الدولة ولا مع المجتمع إن ربي على ما يشاء وفقه المصريين لاحتفاء الرسم والشعب والديني بلالة النصف من شعبان اللهم لك الحمد واليجي أمر أنه هنقه السيدة الرئيسة عفتاح السيسي أرسل مندوبا للاحتفاء الرسمي لوزارة الأوقاف في مسجد السيدة نفيسة رضوان الله واحتفل الأزر والأوقاف ودار الإفتاء والشعب المصري ده اسمه بقى والستاذ يوسف الحسين إيه فقه المصريين في تعظيم شعائر الله عز وجل فلا غلوة ولا غلواء بالزبط طيب أنا هستأذنك يا مولي أنا هروح للفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل أسألك على نعمل إيه بكرة من الصور ولما هنيجي نصلي بالليل نصلي إزاي طب والنهاردة عندنا حاجة نعملها ولا لأ ونعملها إزاي وده مهم جدا فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نستكمل مع بعض وبكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر النهاردة اللي لدي نعمل إيه وبكرة نعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الليلة ليلة مباركة ليلة النص من شعبان طبعا حضرة النبع السلام أحياها كما في حديث السيدة عشر دلعانا قلناه بالصلاة التهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود بنحيها بالصلاوات النوفل لله عز وجل والأدعية بس فيه للأسف دعاء متداول لكن هذا الدعاء لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منسوب إلى بعض أهل العلم المهم احنا ندعي أي دعاء حتى من الشرط يكون مكتوب لكن لا ندعو إلا دعاء خير المسلم كالنحلة يطعم طيبة ويخرج طيبة ما يدعيش على حد لا ما يدعيش بالشر لا 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 أنا أقول لك لما انتقط المشاحن ما يقعد بره يقول لك ده زلزال جاي ودور على عليه إلا الله ده فيه أزمة مياه ده فيه أزمة أسعار ده فيه يا أخي سال الله العفوة العافية أدمر الخير للناس أدمر الخير للناس ندعو دعاء الخير وبعدين شوف حضرتك الآية بقى هتنظم لنا ما كرم الأخلاق آية واحدة في صورة الأعراف خز العفوة العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنة جبريل عليه السلام ما بيانها يا أخي يا جبريل عليه السلام قال إن ربك يقول لك يا رسول الله أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك والله دستور أخلاقي يحتاج في شرحه إلى المطولات أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من منعك وأن تصل من قطعك هو دي الإيمان العملي لا تكن عونا على بلدك لا تكن عميلا ضد بلدك لا جسوسية ولا عمالة ولا خيانة يبقى إذن ندعو دعاء خير نيجي بقى بكرة إن شاء الله بكرة عندنا إن شاء الله ذكرى تحويل القبلة الذي سبت في القرآن الكريم أول آية في الجزء الثاني سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ربنا ما لشي لا مسافة ولا مساحة خلافاً للمجسدين أو المجسمين تعالى الله عن ذلك لله المشرق والمغرب يهدي من يشوى إلى صراط المستقيم ثم يبين ربنا خيرية هذه الأمة أجود وأفضل وأخير وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس بإيه؟ بأخلاقكم بسلوكيتكم صرفتكم ويكون الرسول عليكم شهيد هنيجي بقى لمقام التردي احنا قلنا أن قبل كده احنا كنا في مقام الترقي التردي الترقي اللي هو الإسراء والمعراك لنريه من آياتين نوع السماع والبصير لقد رأى من آيات ربيه الكبرى انتقلنا من مقام الترقي إلى مقام التردي قد نرى تقلب وجهك الواجه مش العينين لأن ده من مكرم الأخلاق في السماء بينتظر جبريل أن يحقق الله أمله الوجداني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها مش تحبها أو تهواها لا لأنه ما كان لهوى نفسه ولكن لمصلحة الدعوة فبعدين قال ترضاها ولم يقل أرضاها لأن رضاه رضاه من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إسراء ومعراج بذكرنا بالقدس السليم وبالمسجد الأقصى الأسير نسأل الله عز وجل بحق الإسراء والمعراج وبحق ليلة النص من شعبان وبحق تحويل القبلة أن يؤمننا في أوطاننا وأن يسلمنا من كل شر وأن ينجينا من أصحاب الشر وأن يجعلنا هداة مهتدين كل عام والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها في أمن وأمان وسلم وسلم ما ربنا خليك مولانا ألف 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 شكر ليك نورتنا كما جرت العادة ونورت أقولنا برضو كما جرت العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صلي ودعي وكلي قلبك مفتوح ونقل ويصلح بس كده متدهيشها لحد المهم خلصت الحلقة لحد كده لو كلينا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعد وبرنامجكم التسعة سلامات